اشتركوا في القناة في عمان مشاهدين الان الى جريدة الوطن وفيها ايضا من علوين السلطنة تشارك في الاجتماع الخامس للجنة الرقابة على اهداف التنمية المستدامة للارابوساي والوثائق والمحفوظات توقع اتفاقية معلوبة للنشر ونحن معك التطوعي يشارك في فعاليات متنوعة بمناسبة شهر التوعية بالصحة النفسية من عمان الى الوطن وهذه المرة الى جريدة الرؤية وفيها قانون العمل الجديد الترقيات للموظف المجيد والمنتج ومجلس عمان يشارك في صياغة المواد مئة الف جرعة من اللقاحات الصينية المضادة لكورونا تصل السلطنة وللمرة السادسة سلطنة تناقش على كأس العالم للقدرة بأربعة فرسة هذه اذا مشاهد الكرام ابرز العنوين في عمان والوطن وكذلك الرؤية استعرضناها لكم بكل الحب فاصل قصير بعده سنعود فخلوكم معنا أو مباشرة سننتقل الى اولى المحطات الحوارية في برنامجنا لهذا اليوم نعم اولى محطاتنا الحوارية ومساحتنا الحوارية ستكون مشاهدين الاحبة عن الدافعية في بيئة العمل سنتحدث اكثر عن هذا الموضوع وايضا الدافعية في بيئة العمل وتأثيرها على الفرد ومحيطة وكيف يفسر ايضا علماء النفس مصطلح الدافعية في العمل او في بيئة العمل الحديث اكثر حول هذا الموضوع ينضم على الان في الاستيديو الدكتور علي بن سلام اليعربي رئيس قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة السلطان قابوس اهلا وسهلا بك دكتور وصباحك خير معنا في برنامج قهوة الصباح وعليكم السلام والرحمة استاذ حوراء واستاذ سيف وصباحكم خير وكذلك صباح السرور على المتابعين الكرام يا مرحبا وسهلا دكتور ومباشرة سأبتدي من حيث انتهت زميلتي حوراء في طرحها ايضا لبعض التساؤلات كيف يفسر علماء النفس لمصطلح الدافعية فهذا هو ايضا سؤالي الاول نعم شكرا في البداية على هذا السؤال الدافعية باختصار هي الوقود المحرك للانسان الدافعية هي عبارة عن استعداد الفرد او الطاقة الكامنة الموجودة داخل الفرد للقيام بسلوك معين لتحقيق هدف معين فيعني متى تحس ان انت عندك دافعية اذا كانت عندك رغبة غير مشبعة مثلا الجوع هذه رغبة غير مشبعة لما انت الجوع تقوم بسلوك معين لكي تشبع هذه الرغبة تتصب بالديليفوري تذهب الى المطبخ هذا السلوك المعين ينتقل الى تحقيق هدف معين وهي اشباع رغبة القوة كميل فمثل ما ذكرت هي عبارة عن ثلاث مكونات اساسية في حالة نقص اي مكون لا يتم انقاذ العمل وهي الدافعية الوقود لابد من موجود هدف معين الشخص يسعى الى تحقيقه ثالث شيء الشخص لابد ان يملك هذه المهارات واللازم يتحقيق هذا الهدف في حالة غياب احد هذه العناصر لا يتم انقاذ العمل مثال اذا انت استاذ سيف تمتلك الدافعية وتملك كذلك هدف تسعى الى تحقيقه لكن لا تملك المهارات والادوات اللازمة يتحقيق هذا الهدف مثلا لا تملك كمبيوتر او جهاز بالتالي لا يتم انقاذ العمل البعض مثل ما ذكرت يشبه الدافعية على انها الوقود يعني الوقود موجود في السيارات بمختلف اشكالها واحجامها وسعرها لكن المتفق او الشيء او العامل الوحيد بينها وهو الوقود كذلك بالنسبة للانسان وقوده هو وقود رغبة غير مشبعة يسعى الى تحقيق هذه الرغبة مهما كانت نوع الرغبة وتبرز الدافعية في مقدار القهد او مقدار القهد الذي تقوم به لتحقيق السلوك فاذا انت عندك دافعية عالية لسلوك معين سوف تبدل قهد مئة بالمئة لكن اذا عندك دافعية متوسطة او وقود متوسطة سوف تبدل خمسين بالمئة وهذا ذكرنا بالمثل الشايع هو انك انت تستطيع ان تقود الفرس الى النهر ولكن لاستستطيع ان تقبر على ان يشرق فانت مثلا كمسؤول بمكانك تقبر موظف على القدوم الى العمل من الساعة السابعة الى الساعة الثانية عن طريق نظام البصمة او غيرها لكن لاستستطيع ان تتحكم بمقدار الجهد المبذول خلال ساعات العمل نعم طيب دكتور يعني نحن اليوم نتكلم عن الدافعية في بيئة العمل هنا سؤالي التحفيز والدافعية بيئة العمل ايضا تكون يعني من الموظف نفسه او من بيئة العمل او حتى من المسؤولة المباشر نعم هي عملية متكاملة لكن بشكل اساسي تأتي من المسؤولة العمل فإحنا قبل نطلب من المسؤول ان يقوم مثلا بتعزيز الدافعية في العمل لا بد ان نختار المسؤول المناسب كيف يتم ذلك في البداية لا بد ان نعرف طبيعة الجهة والمؤسسة ما هي المميزات التي تقدمها اثنين كذلك نوعية اسلوب القيادة المناسب لهذه المؤسسة والجهة ثلاثة طبيعة الموظفيين قدراتهم امكانياتهم ماذا يحتاجون ما هو الاسلوب القيادة التي يناسب معهم اذا قدرنا ان ندرس هذه الثلاثة عناصر سوف نختار القايد المناسب او القايد الذي يعمل على رفع من انتاقية المؤسسة مثال اذا عندك انت مؤسسة او جهة عمل تعطي مكافآت ومميزات ايجابية كالعلاوات والبونس وغيرها اذا انت ما محتاج هنا قايد او مدير يقوم بالتعزيز على قدر ما محتاج قايد يساعد على رفع الانتاجية لان المؤسسة اردى تقوم بهذا بالتعزيز بس عندك مؤسسة اخرى مثلا لا تقدم هذه المميزات اذا انت محتاج انك تختار قايد يكون قريب منهم قايد اجتماعي يعمل على تعزيز الدافعية لدى الموظفين يغطي النقص الذي لا تقوم به المؤسسة وبالتالي تزيد من دافعية الموظفين لمعنى يكون مساند لدافعية الموظف دائما دكتور نعم القايد لا بد ان يقوم بادوار كثيرة في البداية لا بد ان يوفر فرص نقاح لازم تعطي الموظف مثلا مهمة ذو قيمة وذو معنى اذا حس الموظف بقيمة لما ينقذ هذا الوظيفة او هذا العمل سوف يتحمس ومثل ما نعرف النقاح يؤدي الى نقاح اخر كذلك لا ننسى من احد الاساليب المهمة هي انك تساعد على تطوير مهارات الموظف الموجود عندك يرسله لدبرات ورشات عمل كل ما طورت مهاراته بالتالي يزيد من حبه في العمل وبالتالي ينتق اكثر كذلك لا ننسى التشقيع والتعزيز المبني على الانجلس ويفضل هذا التعزيز يكون فوري وامام الاخرين لا تبخص حقهم او مثل ما نقول لا تسرق اعمالهم وكذلك التقييم شيء مهم ولا نسميها نحن بالتغذية الراجعة كل ما عرف الموظف تقديره بالنسبة لعنده مسؤوله كل ما زاد من حماسه وانه يبلل اكثر جميل طيب دكتور الان هل التعزيز الدافعية مقتصر فقط على قائد او رب العمل ربما او حتى على الفرد نفسه ام لا يتعدى الامر الى ايضا البيئة المحيطة في العمل الزملاء والزميلات لهم دور ايضا بهذا الموضوع نعم هذا المثال تقريبا او هذا السؤال تناولته نظرية نظرية تحديد الذات self determination theory وهي نوهت على ان الجميع يشارك في صنع او في التعزيز الدافعية مثال ذكرت هذه النظرية ثلاث عناصر مهمة العنصر الثالث هو العلاقات الاجتماعية داخل بيئة العمل انا كمسؤول لازم احسس الموظف انه يشعر بنوع من الانتماء والترابط الاجتماعي داخل بيئة العمل لازم يحس انه هو في البيت يعني ما يحس ان البيئة قامدة غير اجتماعية مشحونة وكيف نحقق ذلك ممكن ان نقوم ببعض الانشطة الاجتماعية الزيارات خارق اوقات العمل نطلع الى حفلات الشوى نتبادل هدايا العيد الميلاد نحتفل في مكان العمل يعني مقرد خمس دقائق لكن اثر هذه العلاقات الاجتماعية لها دور كبير في زيادة الدافعية وبالتالي زيادة الانتاقية في العمل كذلك ما ننسى انك انت كمسؤول لازم تحسس او تشعر الموظف بكفاءته وتثني على قهوده وتعطيهم مساحة للابداع لا تخلي العمل آلي اعطيهم مساحة للابداع وكذلك اتخاذ القرار والمسؤولية اعطي يعني ما كل صغيرة وكبيرة ترجع فقط الى المسؤول اعطيهم نوع من المساحة كنا نتكلم عن الصرامة وعن المروءة كمسطلحين حاضرين وبشدة داخل نطاق وبيئة العمل صحيح نعم طبعا في بيئة العمل اسلوب الصرامة هذا الدكتاتوري دائما يودي الى نتائج سلبية لا يفضل خاصة في بيئات العمل التي يطغى عليها الموظفين يحبون الجانب الاجتماعي كثير نعم فدائما اشراكهم في اتخاذ القرار نعطيهم دور في تحمل مسؤولية يخلي الشخص يحس بالكفاءة وان له دور وقيمة في هذه المؤسسة بالتالي راح يبدأ راح يطور من قهده في العمل وتزيد انتاجية العمل نعم اعتقد من المفترض ان تكون حياتنا وعملنا دائما قائمين على الاستكشاف التجربة وايضا التعلم هنا سؤالي ايضا دكتور هل طبيعة ايضا الوظيفة وتناسبها مع مؤهلات الفرد سببا لهذه الدفاعية نعم سؤال مهم نحن نعرف ممكن الاغلب يشتغل في وظيفة لا تتناسب مع رغباته ومع طموحه هنا يأتي دور الدوافع الخارقية انا كمسؤول لازم استخدم الدوافع الخارقية عشان ارفع من او اعزز من هذا الموظف للعمل عندنا نوعين هي الدوافع الخارقية التي تتعلق بطبيعة العمل كالدورات والعلاوات والبونس وكذلك خلينا نقول المناصب التدويرية وكذلك نعطي حرية للموظف انه ينتقل من دائرة الى اخرى او من محافظة الى محافظة اخرى داخل نفس الوزارة فهذه كلها دوافع خارقية وعندنا دوافع خارقية اخرى تتعلق بالجانب الاجتماعي والنفسي اللي هي ما الى علاقة بالعمل لكن تحمس او تشجع الموظف على العمل مثلا نعطيه علاج مقاني تأمين مقاني نعطيه مثلا الضمان الاجتماعي كذلك نعطيه تخفيضات في احد المحلات التقارية كلها هذه العوامل تعمل بشكل مباشر وغير مباشر على رفع من دافعية لكن انا اوقع رسالة هنا اذا الشخص يعمل في وظيفة يعني ما هي وظيفة طموحه عليها ان يستغل مصادر واراتب هذه الوظيفة الحالية في تطوير نفسه في الدورات او الدراسة مثل يلتحق بدراسة كل يحصل على الشهادة التي سوف تساعد لاحقا الى الانتقال للوظيفة التي تتناسب معها شكرا لك وشكرا وجودك اليوم معنا في برنامج قابوة الصباح دكتور وشكرا على كل هذه الاضاحات وكل هذه الاضاءات نتمنى ان تكون قد وصلت لمن يهمها لأمر من المتابعين والمتابعات دكتور علي بن سلام اليعروبي رئيس قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة السلطان قابوة شكرا من الاهماق عفوا لكم بس احب انوى ان يوجد لدينا اليوم ورشة سوف نتناول جميع هذه العناصر التعلق بالدافعية هذه الورشة من تنظيم اللقنة العمانية للرياضة الجامعية بالتعاون مع لقنة التعليم والتطوير بالاتحاد العربي للرياضة الجامعية وين بتكون بالضبط هذه الاشتراك؟ بتكون هي الساعة السابعة والرابط متوفر على موقع الالكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة باللقنة العمانية للرياضة الجامعية نعم شكرا لك دكتور عفوا إذن مشاهدين الأحبة نستمر معكم أيضا في قهوة الصباح لدينا مجموعة من المتابعات والمحطات الأخرى ننتقل بكم الآن إلى فاصل قصير وبعدها لنا عودة من جديد كنوا معنا